ايه هو القرين وهل هو كافر ولا مؤمن وازاي اعرف ان القرين مسيطر على جسمي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة انا عايزك تحضر كاس مية زي ده هتقول لي ليه احضر كاس مية حاولك ان كاس المية ده لما تشربه هتبصت لها ان طعم المية متغير تماما وعشان تتأكد من الكلام اللي انا بقوله لك انا عايزك لما تجيب كاس المية تدوقه كده هتبصت لها مية عادية لكن المية اللي هنتكلم قدامها ديت وبعد كده هنقرأ آية قرآنية هتقدر من خلالها انك انت تسيطر بها على القرين وربنا سبحانه وتعالى هتجيبك منه هتبصت لقي ان الوسوس اللي كانت موجودة جوه منك اختفت نهائيا واصبح القلب عندك ساكن واصبحت كل اعضاء جسمك في سكون وركون تام وبالتالي مش هيقدر اي شيطان انه هو يسيطر عليك او يتعبك مرة تانية فتعالى نعرف ايه هو القرين اول حاجة عايزك تعرف ان مفيش واحد من بني ادم بيتولد الا وبيتولد معاه قرين او ان ابليس بيجي لحظة الولادة وبينغز ابن ادم او بمعنى صح بيستنسخه نسخة شيطانية وده اللي ربنا سبحانه وتعالى سمح للشيطان به او بمعنى صح بيضع ابليس بطه في قلب جسم ابن ادم والبيضة اللي بيوضحها ابليس ديت بتنتج عنها شيطان صغير والشيطان ده بيتربى معاك من الصغر يعني تقدر تقول كده من وانت عمرك 3 سنين تبصت لها ان في حاجة بتحسك او بتخليك تعمل اشياء تغضب اللي موجودين قدامك وبيبقى معاك لحظة بلحظة لحد ما يقبر القرين وانت تقبر كمان لحد ما انت تتوفى وبعد ما تتوفى هنقول هو بيروح فين فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بص يا سيد الكريم ممكن كده انك انت تدخل في الصالح عادي وما فيش اي حاجة بتجغل فكرك نهائيا ولا في اي حاجة انت سرحان فيها لكن تصور وانت داخل في الصلاة بتقول الله هو اكبر وانت بتقرأ صورة الفتاحة كده تمام تبصت لاي ان العقل من المطاقة دي بالذات وركز معي من الحتة دي بالذات راح في موقف انت عملته من 20 سنة وانت عمرك 5 سنين مثلا وان في بعض الاشخاص بيفتكر اشياء وهو عمره 4 سنين تعرف ان كل اللي انت بتفكر فيه في الصلاة هو عبارة عن ذنوب ومعاص اكتسبتها ايدك والذنوب والمعاص اللي انت اكتسبتها اللي خليك توقع فيها هو قرينك فعشان كده الشيطان بيجيبها لك وبيعرضها عليك فيقولك الشيطان انت فاكر اليوم الفلاني لما عملت فيه كده او يجيب لك مثلا موقف مع حد انت بتتكلم معه والحد ده انت بقلق منه فيجيب لك القصة ويخليها لك قصة ضرامية وكأنك انت عايش معها في نفس اللحظة ونفس الثانية ونفس الدقيقة ما تعرفش انك انت تتفكي منه نهائيا اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول فيه صلى على النبي صلت عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بيقول ما من عبد الا وكل به قرين فام المؤمنين عائشة بتقول له يا رسول الله ألك قرين يعني ألك قرين يعني لك شيطان قال نعم ولكن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير وام المؤمنين عائشة في الموقف اللي احنا كلنا بنعرفه لما غارت على النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت وراه فلما خرجت وراه النبي صلى الله عليه وسلم بيعتيبها باسلوب جميل جدا فالها يعني ما لي أراكي أتغيرين قالت وما لي لا يغار على مثلك يا رسول الله فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم صلت عليه أجاكي شيطانك فانصدمت قالت هو أنا لي يا شيطان قالت لها نعم كل ابن آدم عنده قرين إلا إن الله عز وجل فقالت له وأنت قال لها آه وأنا لكن ربنا سبحانه وتعالى عنه عليه فأسلم فلعيزك تعرف أنه ممكن القرين ده هو اللي يسحرك ما تستعجبش خلينا أسألك سؤال وأسأل كل شخص مسحور السؤال ده ولو تعرف حد مسحور اسأله برضو السؤال ده هتفيدك جدا إجابة السؤال ده ما حصلش في يوم من الأيام شفت نفسك كده وانت في وقت من الأوقات كنت قريب من ربنا سبحانه وتعالى وفطاعات وحياتك كلها جميلة جدا ما فيش أي محن ولا أي كروبات ولا أي منغصات بتمر عليك ولا بتواجهها نهائيا ثم بعد ذلك انجلبت معاك الحياة رأسا على عقد ولقيت كل شيء في حياتك معكوس ما انتش عارف إنك انت تخرج منه نهائيا بس قبل ما يحصل معاك العكوسات دي كلها لو ركست حتبصت تلاقي نفسك إنك أنت أكلت أكله في المنام تقدر تقول لي مين اللي حيكون قريب منك لدرجة أن يوكلك وانت نايم ما فيش غيره قرينك تعرف أيضا وتعرف إنك ممكن وانت بتاكل وعمال بتاكل كده تنسى إنك أنت تقول بسم الله وبالفعل عمال بتاكل خالص وما تحمدش ربنا سبحانه وتعالى والبعض لما تيجي تقوله الكلام ده يضحق والأغرب من كل ذلك إنك تبص تلاقي إن الشمال شغالة زي المين بالزبط وبتحط في البق كان فيه واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل بشماله فالرسول قال له كل بيمينك قال لا أستطيع رسول الله قال لا أستطعت فشلت يديه عشان كده اليد الشمال دي أساسا ما هي إلا تمثيل للشيطان واليد اليمنى ما هي إلا تمثيل للرحمن جل وعلا وكلت يد الرحمن يمين سبحان الله فلما تاخد وتد باليمين وتاكل باليمين فكأنك بتتعامل مع الله جل وعلا أما لما تدخل الشمال فتعرف إن الشيطان مسيطر فعشان كده كل شخص ما سماش ربنا سبحانه وتعالى لو أنت مثلا عندك زوجتك وغفرت عن التسمية وإنت حسيت إنه ما سمتش رائبها وهي بتاكل هتبصت لها إن غالب الأكل بتحطه بإيده اليسار صديقك هتبصت لها إن غالب الأكل بيحطه بإيده اليسار لأن البركة تحل مع التسمية والله عز وجل بيقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ومعنى إنك أنت تبارك على الطعام فمعناته إن ربنا سبحانه وتعالى بيحفظك وبيكويك وبيحميك من كل سوء ومش بس كده بيحميك من كل الأضرار والأوبعة اللي ممكن الشياطين تحطها لك في الأكل من غير ما تشعر فتبى اللقمة بتاعتك لقمة هنية بمعنى صح لقمة ما فيهاش غير الشفاء وانشرت فأقول إن اللقمة اللي انت بتاكلها دي كلها بتكون فيها العافية وفيها البركة ولذلك القرين بيكون ساحر طيب ممكن واحد بقى يقول لي إزاي إن أنا أسيطر على القرين بتاعي إنت تقدر إنك أنت تسيطر على قرينك وده بقى حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال المصطفى إن المؤمن ليضمي شيطانه كما يضمي أحدكم بعيره في السفر يعني تصور إنك إنت ممكن تتعب الشيطان ده وتخليه مجهة زي مثلا واحد ما خد بعير سافر به مسافة مثلا ميت كيلو وما وكلش البعير ده نهائيا بالظبط كده طب إزاي إنك كل ما تيجي تتوجي في أي مكان قول بسم الله فأنت عميت الشيطان عنك تيجي تأكل تقول بسم الله تخلص أكل تقول الحمد لله عندك طفل صغير على سبيل المثال أنت اللي بتوكلين وانت بتوكلين مش هتخسر حاجة لو قلت بسم الله وتخلصي أكل ليه تقول الحمد لله عرفة ده بيعمل إيه؟ بيخلي الشيطان اللي موجود جوين زوي أو بمعنى صح يكون هزيل أو يكون مريب فما عندوش الكوة لإنه لا بياكل ولا بيشرب فيبقى زي يعني الريشة شفت كده لما يبقى ريشة كده يحركها العبد كيفما شاء وهو اللي يحركها ويجئ حسب رغبته فطول ما أنت بتسمي الله وبتحمد الله على النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى حباك بيها طول ما أنت بتيجي للشيطان ده بتعذبه أو بمعنى صح بتهلكه بتخليه مش قادر أنه يتصرف نهائيا لا من قريب ولا من بعيد أصبح الشيطان ده أضعف مما تتصور كائن لا حول لي ولا كوة لكن تعالي لو أنت مثلا ما سمتش الله وانت بتوكل طفلك وما حمتش ربنا سبحانه وتعالى فبيأكل معه الشيطان فأنت بتغزي شيطان فالشيطان يقبر بنفس عمر الولد وبنفس مستوى الطفل بتاعك فيبقى عنده صحة وجبروت أكتر من طفلك فبالتالي يسيطر عليه فممكن الطفل يصب توحد أو يصب انفصام أو يصب أي مرض من الأمراض المزمنة فلا التسمية تحل البرك على جسد الطفل فحول أنك أنت تعملي ده مش هتخسر أي حاجة أما الآية اللي حتسيطة رباعة القرين وهي قوله تعالى وحيل بينهم وبينما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبينما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب حسبي الله ونعم الوكيل وتنفذ في الماء ثلاث مرات وتظل تقرأ الآية دي وتشرب الماء دي حتبصت لي أن الطعم التاحها متغير وجرب تشربها ها طعمها متغير لو طعمها متغير اكتب لي في التعليقات وحورد عليك ولو عجبك المقطع ده شاركه لأصحابك واصدقائك في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة